الناد الاهلي كان سباق وصاحب ريادة في تأسيس أول معهد أكاديمي للتربية الرياضية الناد الاهلي كان سباق برضو في سياق تمصير أنشأ الناد الاهلي أول معهد للألعاب الرياضي المعهد ده كانت دراسة فيه ثلاث سنين وبيتدرس فيه كل الألعاب الرياضية قوانينها والتكنيك الحركي وكل ما يتعلق بده بعدها في سنة كمان أدخل الناد الاهلي في المعهد ده قسم للتحكيد دراسة قوانينة التحكيم في كل الألعاب يعني كان معهد متكامل يخرج حكام ويخرج مدربين ويخرج دارسين المعهد نفسه استمر خمس سنين لماذا توقف؟ تطور اهتمام الدولة بإنشاء كلية التربية الرياضية جاء من هذه الفكرة وأول ما الناد الاهلي لقى أن فيه كيانات أكاديمية مصرية رسمية قال ما فيش مبرر لوجود هذا المعهد المعهد موسيقى ترجمة نانسي قنقر